أنتقل الآن مباشرة إلى تونس عبر الأقمار الصناعية ينضم لنا من هناك دكتور علي العلاني الخبير في شؤول الجماعات المتشددة دكتور علي مساء الخير أهلا بك معنا خسائر متتارية إذن منيت بها التنظيمات الإرهابية في شمال إفريقيا إن كان القاعدة إن كان داعش أخرها خبر قتل أمير القاعدة في تونس أبو سوفيان صوفي أولا لو نتحدث عن تأثير ذلك وأيضا عن الخسارات ربما على مستوى القيادات خاصة فيما يخص الجماعات الإرهابية في شمال إفريقيا مساء الخير هو في الحقيقة منذ أن ضربت داعش في المشرق وآن ذاك بدأت أو ظنت القاعدة أن الجو قد خلالها وأنها تستطيع أن تعوض الوجود الإرهابي لداعش رغم أن القاعدة هي أقدم من داعش لكن ما حصل في تونس هو ربما كان غير منتظر بالنسبة لهذا التنظيم أولا دعني أذكر معطيات أساسية حول مقتل الصوفي الصوفي والمجموعة التي كانت حوله نزلت من جبال القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر ونزلت لماذا؟ لأن المؤونة قد قطعت عليها أولا هذا المعطى الأول المعطى الثاني هو أن هذه المجموعات تم اختراقها استخباراتيا حيث ظن البعض أنهم بإمكانهم أن يتجولوا بكل حرية وأن يقوموا بنهب بعض المواد الغذائية وأن يعودوا إلى أماكنهم وأن يقوموا بعملية إرهابية وبطبيعة الحال وجدوا أنفسهم محاصرين يعني العملية التي قتل فيها الصوفي هي عملية استخباراتية بامتياز أي أن هؤلاء الأشخاص عندما نزلوا من الجبال وكانت معهم أيضا خلية نائمة وهذه الخلية النائمة لم تستطع أن تسلم من الاختراق وبالتالي عندما شعر الصوفي بأنه محاصر من كل الجهات فجر نفسه إذن هو يعني ليس قتلا اختياريا وإنما لأنه كان يتصور أنه سيقوم بعملية إرهابية يقدم نفسه كضحية لها ولكن يحدث ضررا كبيرا للمجتمع أو للمجموعة البشرية أو للمنشآت التي يريد تفجيرها وقد كانت هناك العديد من الأهداف التي كانوا سيضربونها لأنه تم القبض على عناصر آخرين كانوا معه وقد أقروا بمخطتهم الإرهابي والذي تم ضربه وبالتالي النتيجة الأولى من هذه العملية هو أن القاعدة بدأت تضرب في شمال إفريقيا مثل ما ذوربت داعش والقاعدة بطبيعة الحال نعم دكتور يعني فشل هذه الجماعات الإرهابية الواضح إن كان في القيادات كما ذكرنا وكما ذكرت وأنه بدأت القاعدة أيضا تضرب كما ضربت داعش في شمال إفريقيا إلى أي مدى يعد ذلك ضربة قاضية ولن يكون بقدرة الجماعات الإرهابية النهوض من جديد إن كان على المستوى العام أو حتى على مستوى المقاتلين أو تجنيد مقاتلين جدود يعني دعنا نكون موضوعين فنقول أن ضربة كبيرة وضربة قاضية ولكنها سوف لن تقضي عليهم نهائيا ولكنها أضعفت هذا التنظيم إضعافا كبيرا وبالتالي الجزء المتبقي من الخطورة هو ما يتعلق بطبيعة الحال بالظرفية وما يتعلق بالظرف الإقليمي والوضع الأمني في ليبيا يعني المشاكل الأخرى ولكن بطبيعة الحال لم تعد تشكل يعني القاعدة الخطر الأكبر مثل ما كان الوضع منذ سنتين وبالتالي يعني يمكن القول أن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة كانت يعني هامة بدليل أن تلك العملية التي مات فيها السوفي هي عملية استباقية وهي عملية استخباراتية بالأساس وثانيا لأن بالنسبة إلى القاعدة وأفكارها وأطرحاتها لم تعد تنطلي خاصة وأن داعش التي كانت تمثل أقوى فصيل على المستوى العالم العربي هذا التنظيم هزم وأصبح في لا أقول في نهاية كاملة ولكن في طريقه إلى النهاية إلى أي مدى نجحت الحرب ضد الإرهاب في شمال إفريقيا باختصار الحرب في شمال إفريقيا يمكن القول أنها إلى حد كبير مسيطر عليها في الجزائر وفي تونس بالنسبة إلى ليبيا ما تزال الأوضاع هشى نظرا لعدم الوصول إلى حل سياسي ولكن أعتقد أنه في الأشهر القادمة سيتم حتى الحرب الحرب ضد الإرهاب يعني أنه في طريقها إلى النجاح في ظل كل هذه الخسارات هو بالتأكيد في شمال إفريقيا الحرب ضد الإرهاب ضد القاعدة وضد داعش قطعت أشوات كبيرة وحتى القاعدة لا أتصور أنه سوف يكون لها مستقبل في المنطقة ربما ستحاول أو ستمر بوضعية أزمة ربما ستذهب إلى مناطق صحراوية بعيدة في الساحل الإفريقي ومع بوكو حرام ولكن هذا بطبيعة الحال بالنسبة إلى شمال إفريقيا أعتقد أن الوضع إذا تسوت الأوضاع السياسية في ليبيا فإن القاعدة وداعش سوف ينتهون بشكل كبير جدا في منطقة شمال إفريقيا شكرا جزيلا لك دكتور علي العلاني الخبير في شؤول جماعات المتشددة كنت معنا براء القمار الصناعية مباشرة من تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك